حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الندوة وصالونها اليوم يتحدث عن تصريح ملأ الدنيا وشغل الناس لرجل غاب قليلا عن المشهد ثم عاد ولم يكن العود أحمد الداعية الكويتي الإخواني وحينما أقول الأخواني فلست بذلك أنبزه بالألقاب بل هو فخور بذلك ويعلنها على رؤوس الأشهد الداعية الكويتي طارق السويدان أثار الضجيجة مؤخرا حينما ذكر الحرم المكي مقارنة بالمسجد الأقصى ثم قال حررهما بضمير التثنية الله والضمير عائد طبعا هنا أو يشمل هنا الحرم المكي عند هذه النقطة ثار جدل كبير في الساحة السعودية وغير الساحة السعودية حول حقيقة مواقف القيادي الإخواني الكويتي طارق السويدان ومن خلفه تنظيم الإخوان في العالم الإسلامي من المملكة العربية السعودية سنجعل هذه نقطة الانطلاق ونفيضه في النقاش لكن خطوط وخيوط ترتد إلى هذه النقطة المركزية وشريكنا في الندوة اليوم هو الكاتب والباحث السعودي الأستاذ عبدالله بن بجاد العتهبي حياك الله أستاذ عبدالله أهلا وسهلا لماذا صرح طارق السويدان بهذا التصريح مؤخرا بعد غياب عن المشهد لأن هذا هو ما يعتمل في نفوس جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات طويلة كانت المملكة العربية السعودية دائما هدفا لجماعة الإخوان المسلمين منذ المؤسس حسن البنة وزياراته المتكررة للسعودية ومحاولاته لفتح فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية ورفض الملك عبدالعزيز رحمه الله لهذه الرغبة حسب ما ذكره فواج شاكر في كتابه استمر هذا الحلم وتطور أنهم يستهدفون على الدوام الدولة السعودية والمجتمع السعودي والشعب السعودي لعدة أسباب لأن السعودية هي مهبط الوحي وهي بلاد الحرمين وهي مأرز الإيمان وهي أيضا القدرات كثرة الشعب السعودي أيضا الملائة المالية في الشعب السعودي قصة طويلة فهم دائما يحومون حول السعودية ويستهدفون بخطاباتهم وفتاويهم ولذلك فهو يعبر عن مكنون الإخوان المسلمين حينما يقول حرر الله المسجد الحرام من الحكم السعودي هذه ليست زلة لسان هذه ليست خطأ عابرا هذه عقيدة إخوانية راسخة ولكنه صرح هذه المرة بها عمدا أم خطأ هذه قصة أخرى لكن ذلك لا ينقض أن هذه الفكرة أصيلة ومتعمقة في خطاب الإخوان المسلمين وغالب جماعات السعودي وربما تذكر أيضا أستاذ عبدالله بشبيهها أو نسخة الإسلام السياسي الشيعي فنعرف أن الخميني آيات الله الخميني كما يعرف كان من وصاياه تحرير الحرمين من السلطة السعودية فهنا نقطة تلاقي أيضا بين هاتين النسختين نقصد الإسلام السياسي السني والإسلام السياسي الشيعي لكن أشارت إلى نقطة مهمة هي أنهم يركزون على السعودية ليس عفو الخاطر بل هذا أمر مرسوم له ومخطط له طارق السويدان حينما استعرضته وأنا أحضر لهذه الحلقة طبعا وأنا أعلم هذا الشيء لأننا عايشناه لكن من باب تجديد الذاكرة وإنعاشها كان مركز يعني جل نشاط طارق السويدان كان في الساحة السعودية الغرف التجارية أتكلم طبعا فيما قبل الربيع العربي الجامعات وجت له يعني هو سيرة هو اللي كتبها على سبيل الاحتفاء في الشرقية في جدة في الرياض في الشمال في الجنوب في الجامعات يتحدث في التاريخ يتحدث في تطوير الذات يتحدث كان ظاهرة هل لا أنعش تذاكراتنا وذاكرة المشاهدين والمستمعين كيف كان الحال فيما قبل الربيع العربي كيف كان نشاط الأخوان ومنهم طارق السويدان في الساحة السعودية وما هي تكتيكاتهم نعم كان في الساحة السعودية النشاط الإسلام السياسي أو النشاط الصحوي بشكل عام منتشر في كل مكان ومتغلغل في كل مكان سواء في المؤسسات الحكومية في المؤسسات الخاصة في الأنشطة الثقافية في الأنشطة الدينية في غيرها وكان العمل عمل منظم فكانوا يملؤون كل الأنشطة في البلاد ويرتبونها وينظمونها والدعم المالي والتغطية السياسية أو الأمنية وطارق السويدان كغيره من عشرات النماذج كان يسير في هذا السياق وكان يسير في هذا المنحة ماذا التكتيكات حدتهم؟ يعني كانوا يعني من الذي اختلف فيه طارق السويدان وأن ضرابه وأمثاله أين نعم عن المشايخ نعرفهم العاديين الوعاظ العاديين إلا ليش الضجة ليش اعتبروا شي جديد يعني إلا اعتبروا لأنهم هو نوع من الخطاب الجديد في الخطاب الإسلام خطابات الإسلام السياسي كان يعرف باسم الدعاة الجدد الدعاة الجدد يستخدمون أساليب وطرق ليست معهودة لدى الفقهاء التقليديين فهم أول أمرهم يعني يتقصدون السياسة في كل طرحهم ويحومون حول السياسة الأمر الآخر أنهم بدأوا يقرؤون في علوم جديدة لعلوم الأنالبي وعلوم التطوير الذات وعلوم صنع القيادات وعلوم المختلفة ويطبقونها فيما يطرحون من أمثال سلمان العودة أو سفر الحوالي ثم جاء بعدهم طارق السويدان وعمر خالد وعدة نماذج وأمثلة أخرى وهم هكذا الذي يقرأ تاريخ هذه الجماعات يعرف أنها تطور نفسها في كل مرحلة بما يتواءم معها واليوم أيضا لديهم آليات جديدة وأفكار جديدة لتطوير طرحاتهم لتتواءم مع المرحلة الجديدة طيب لقائلنا أن يقول عبد الله أن هذا ليش ما تعتبرونه دليل نجاحي لهم بمعنى أنهم أناس يملكون الموهبة يملكون الحضور يملكون التخطيط يملكون التنظيم وبالتالي يملكون القدرة على التجدد بدليل أنهم خلقوا مضامين جديدة ومحتوى جديد غير المحتوى التقليدي للوعظ التقليدي الذي يقوم بعد صلاة العشاء أو بعد قبيل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر ويلقي من رياض الصالحين للنوى وبضعة حديث وصلى الله وبارك هؤلاء ناس لديهم القدرة ترى طارق السويدان مهندس بترول عنده ماجستير ودكتوراه مهندس بترول كانت ملفتة للنظر أيضا تخصصه في كل مراحل التعليمية العليا كان في هندسة البترول ومع ذلك الرجل استطاع أن يخترق المجتمع لو لم يكن ناجح لما استقبله الناس بهذا الأمر هل هذا التصور صحيح أم ثمة عوامل أخرى في تقديرك هو ما في شك أنهم قدموا خطابا جديدا لأنهم ليسوا فقاء تقليدين لا علاقة لكثير منهم بالفقه التقليدي ولكن الشعار الإسلام هو شعار سياسي يستخدمونه للوصول إلى أهدافهم وأهدافهم صريحة السيطرة على الحكم الوصول إلى السلطة بالسلم بالقوة بالثورات بالقتال بالعنف لا يختلف طارق السويدان عن أسامة بن لادن لا يختلف حسن البناء عن البغدادي الخلاف بينهم فقط في الأساليب أو التكتيكات المتبعة للوصول إلى هذا الهدف هذه جماعات عنيفة تستبيح كل شيء تستبيح الدماء وتستبيح الأموال وتستبيح الأعراض للوصول إلى هدفها كونهم يستخدمون أساليب حديثة هل نعتبر خالد شيخ محمد عبقريا لأنه عرف كيف يضرب الأبراج في أمريكا ويقتل المئات والأراضي لا لم يستخدموا العنف يعني طارق السويدان لا لا يعني ما نظر للعنف أو كذا أنا قصتي عشان نستحضر لو كان ثمة أحد من مريدي طارق ربما رد بهذه الطريقة يعني السويدان لم يستخدم العنف ربما لجبنين فيه أو لسياسة مرحلية يتغياها وهذه جماعات عرفت أن تفرق بين تنظيمات السرية والتنظيمات العللينية بين الخطاب المعلن والخطاب السري ولكن طارق السويدان وغيره في لحظة كاشفة تاريخية وهي لحظة الربيع العربي كشف عن ما تخبئه نفسه نفسه نسي كثيرا من طروحاته في التطوير الذاتي أو في ما يسميه هو التغيير عند هذه النقطة أنا لفت انتباهي حين المسرد برامجه التلفزيونية والتي كانت منتشرة إلى 2009 كان عنده عدة برامج ولكن من أشهرها برنامج علمتني الحياة من 2011 إلى 2012 صنع برنامج جديدا في قناة الرسالة وغيرها كان اسمه أزمنة التغيير يعني هنا في تحول ملفت للنظر يعني من تطوير ذاتي إلى أزمنة التغيير يعني هو السويدان مر بعدة مراحل في البداية دخل المشهد كراوي للتاريخ وخذية تناول التاريخ طبعا بأسلوب ركيك علميا وحتى ركيك لغويا لأن قدرات الشخص في العلمية متواضعة إلى أقصى علمية تراثية علمية تراثية طبعا وهو الذي طرح فيه طرحه وتحدث فيه يعني لا نريد أن نتحدث عن تخصصه في البترول لكن نتحدث عن الشأن العام الذي دخل فيه فأخذ يتحدث عن الفتنة الكبرى بين الصحابة ويتحدث في هذا الإطار ويفصل بأسلوب الدعاة الجدد في العالم العربي المستقى من الدعاة الجدد في الغرب فجذب الكثير من الناس لعدة أسباب منها أنه عقيدة أهل السنة والجماعة والمسلمين لا يتحدثون فيما شجر بين الصحابة هو الرجل الذهاب وتحدث وتحدث بجهل عجيب وغريب يعني ليس بالأحداث التاريخية وبالمواقف لا يمتلك أدنى قدرة على التحقيق والتمحيص التاريخي بل أنه يخطئ في أسماء الإعلام يعلى بن أميه يسميه يعلي وليس لديه أحد يعني يصحح له هذا الخطأ ولذلك قبلت محاضراته في بداية التسعينات تقريبا باستهجان كبير من قبل التيارات السلفية وتيار أهل الحديث الذي كان منتشر ومتفشي في تلك الفترة بينما قامت كل جماعات الإسلام السياسي ورموزه وتياراته وهي تنظيمات قوية بدعمه بدون استثناء ومنحوه الانتشار الذي وصل إليه طيب عند هذه النقطة نحاول أيضا نسلط الضوء لكن بعد فاصل نجيز على تاريخ نقد الصحوة الآن أخذنا طارق كعينة أو كنموذج أو كمثال لأنه نجم صحوي ماذا عن السياق أو أدبيات نقد الصحوة ولنتحدث عن الساحة السعودي لكن أستميحك في فاصل سريع فاصل لا تذهبوا بعيدا ما بعد الفاصل يستحق استماعكم أهلا بكم من جديد في برنامجكم الندوة تصريحات طارق السودان التي دعا فيها إلى تحرير الحرم المكي من هو طارق ما هو سياقه كيف جاء لماذا مهتم بالسعودية إخوانيته؟ عن هذا الأمر كان شريكنا في الندوة أن الأستاذ عبد الله بن بجاد الاعتابي الباحث والكاتب السعودي يتحدث قبل الفاصل لديه بقية من حديث ثم سنفضي إلى محورا آخر تفضل أستاذ عبد الله أنا أريد أن أقول أن طارق السويدان كغيره ولكنه أبرز نفسه كداعية لتطوير الذات وداعية يستخدم علوم الأنالبي وغيرها في مرحلته الثانية ثم تكشف مع الربيع العربي كشر عن أنيابه وأبان عن حجم التلون والتناقض الذي كان يعيش فيه بين خطابه المعلن والمضمر في خطابه كشف عن كل شيء نحن اليوم نتذكر ومع الأحداث الدامية للأسف في السودان والصراع العسكري الدامي في السودان أنه قبل سنوات قليلة كان يذهب إلى هناك ويحاضر في الإخوان المسلمين ويحاضر في التيارات الإسلامية التي كانت تدعى إلى الخرطوم في ظل النظام الأصولي وكان ينظر لنشر الخراب والدمار والفوضى والقتل وتخريب البلدان بحسب عبارات طارق سودان نفسه في البلدان العربية في السودان وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي غيرها كان لا يستبعد أن يقتل عشرات الآلاف بدعم منه وبتوجيه منه هذا الذي أعلنه وهذا الذي قاله فضلا عن ما يدار في الأقبية السرية لجماعات الإسلام السياسي والتي طارق السودان يطرح نفسه كقائد وعضو فيها في أكثر من بلد ولذلك هو اضطر مجبرا للصمت في الفترة الأخيرة حتى يعيد إنتاج نفسه ولكنه يعني وقع في سيء أعماله حينما كان خروجه في التهجم على المملكة العربية السعودية وعلى الحرمين الشريفين ولذلك ليس غريبا على طارق السويدان وهو متسق مع خطابه وخطاب الصحوة الإسلامية عند أنا اللفت انتبهي موضوع أنه صمت الفترة اللي راحت كأنه يعني فهمت من كلام من كلامك عبد الله أنه كأنه يريد الظهور بمظهر جديد وهذا الأمر لا يخص طارق يبدو لي يعني كأنها تكتيك عام أو خطة عامة لإعادة التمظهر من جديد إما نفس الأسماء القديمة لكن تعيد نفسها بثوب جديد أو بعنوين جديدة أو إبراز أسماء جديدة لا أدري هل أنا مصيب في هذا الأمر أم لا ولأمر لكن دعنا نسمع جوابك على هذا الأمر ثم بتحدث عن تاريخ نقد الصحوة في السعودية هل تتفق معي أو تختلف نعم أنا أتفق في هذه النقطة الخطاب الصحوي اليوم تلون بعدة ألوان هو تلون على مسيرته وتغير على مسيرته وهذه قصة طويلة لكن اليوم الطروحات الصحوية بدأت تزيد من تلوناتها ومن تغيراتها لتتوائم مع الأنظمة السياسية مع التوجهات الجديدة في العالم العربي ككل وفي السعودية أيضا نحن جزء من هذا العالم هذه الجماعة لديها خبرة قوية أنها في لحظات الانتباه لها وملاحقتها ومحاصرتها تتلون بألوان متعددة وتغير تكتيكاتها بل تغير خطابها فنحن نلاحظ أن هناك تغير في الخطاب وفي المفاهيم التي تطرح رأيناها في الربيع العربي بدل ما كانوا يطرحون الحاكمية والجاهلية في الربيع العربي يطرحون العدالة والمساواة والديمقراطية والثورة اليوم يطرحون المفاهيم الجديدة في العالم من التطوير الذاتي البودكاست تلك على مستوى المفاهيم وهذه على مستوى الوسائل تركوا الكاسيت وذهبوا إلى البودكاست تركوا الكتب وذهبوا إلى المدونات تكتك أعتقد نزل المستوى ما يسمى باللهجة السعودية البثوث هذه البث المباشر البثوث وفي تويتر وفي غيره لغة الخطاب تغيرت ولكن المضامين والأفكار واحدة والهدف والغاية واحدة التغلغل في الدولة ونحن عندنا في السعودية تجربة صريحة منذ نهاية الخمسينات وبدأة الستينات كيف تغلغلوا في المجتمع وفي المؤسسات هم يصنعون الشيء ذاته اليوم ولكن بأساليب مختلفة وبطرائق مختلفة كما يجري في غير السعودية من البلدان عندي شؤال لا أدري هل يحق لي طرحه ولا يعتبر ممكن شاطح شوي ممكن واحد يتفق مع أجندة طارق السويدان السياسية والاجتماعية ما عدا بين قوسين العداء للدولة السعودية ما عدا العداء للدولة السعودية هذا يختلف ويختلف بعنف مع طارق السويدان بس في بقية الأمور الاجتماعية والثقافية ورؤية العالم ورؤية السياسة ربما يتفق مع طارق هل ممكن أقرأ لشخص شي بهذا المعنى ولا أنا شطحت شوي لا لا ما شطحت ولا شي هذا الأصل الأصل في خطابات جماعات الإسلام السياسي أنها متفقة على معادات الأنظمة السياسية ومن معادات الأنظمة السياسية العداء الأكبر يتوجه للسعودية لكن هناك تيارات لا تختلف مع جماعة الإخوان أو مع القاعدة إلا في مسألة تكفير الدولة السعودية أو تكفير الأنظمة الحاكمة لا عبد الله لا أقصد التكفير أقصد فيه شخصيات أو ثقافة إلا الدفاع الشرس عن الدولة السعودية وعن الحكم السعودي في مقابل من ينتقص أو يتهجم منه لكن عشان كذا قلت لك سواء شاطح أو لا لكن تجي تشوف موقفه من المرأة والامفتاح للمرأة اليوم موقفه من الترفيه موقفه من العلاقات لا يختلف كثيرا موقفه من التحالفات لا يختلف عن موقف هؤلاء ولذلك أنا أقول لك أن خطاب التشدد وخطاب التطرف في أصله واحد والخلاف على مسألة الحكم التي ذكرت بعض تفاصيلها هو خلافهم في مسألة واحدة أما بقية المسائل فالاتفاق والاشتراك قائم بين جميع المتطرفين وهو مخترق للجماعات يعني الإخواني يتفق في موضوع المرأة مع السروري يتفق مع القاعدي يتفق مع الداعشي هم متفقون على اختلاف تياراتهم وإن بدأ بينهم بعض العداء على مسائل التطرف والتشدد التي من مظاهرها الترفيه والسياحة وبناء اقتصاديات جديدة وانفتاح في البلدان هذا هم يتفقون جميعاً لكن أيضاً لأن نفس التكتيكات الصحوية واحدة ومتعدية ومتجاوزة للجماعات يحسنون إخفاء هذا أو إبرازه إذا ذهبوا للخارج نعم المحور اللي كنت أعيد الكرام به نقد الصحوة تاريخ نقد الصحوة في السعودية البعض ينادي الآن مع تويتر وما تويتر أنه والله إحنا اللي نقود المعركة ولا في سناب شات ولا في تويتر ولا في غيرها من منصات السوشال ميديا في حين أنه متحدث مثلاً عن طارق السويدان ترى الآن حسب تقرير اللي طالع عمره 69 عام فالرجل نشيط من فترة طويلة من عقود وبالتالي المعركة قديمة هذا ما أريد قوله من هم رواد معركة نقد الصحوة ومجابهة الصحوة في السعودية نعم في السعودية لا شك أن هذا نقد الصحوة هو عمل تراكمي قام به أشخاص مختلفون عبر فترات زمنية مختلفة في البدايات هناك شخصيتين أساسيتين في نقد الصحوة والمملكة الرحابية في السعودية الغازي الكسيبي رحمه الله الوزير السفير والوزير والكاتب والشاعر وهو من هو نقد الصحوة مبكرا ودخل في صدام تاريخي مع الصحوة في بداية التسعينات الميلادية أيضا الكاتب الكبير والأستاذ تركي الحمد استطاع أن يواجه هذه الصحوة علنا وأن يقدم نقد لها في المرحلة نقدر نسميها الأولى من نقد الصحوة التي هي بداية التسعينات نهاية الثمانينات وبداية التسعينات إذن غازي الكسيبي تركي الحمد هم الرواد نعم هم الرواد ما في شك في نهاية التسعينات وبداية العقد الجديد من الألفية الجديدة تشكل ضمن السياق السعودي تيار كان يسمى بتيار التنوير الإسلامي نعم هذا التيار قدم نقد علمي ومؤسس ومتواصل ومنهجي لتيارات الصحوة الإسلامية لخطابها ومفاهيمها وأدواتها وأساليبها بداية الألفية الجديدة بداية الألفية الجديدة وسبب أثر في الشارع السعودي في الصوالين وفي الندوات ثم انتقل هذا إلى وسائل الإعلام وخرج هذا الخطاب للعلن والصدام كان تاريخيا وموثق ومؤرشا على صفحات الصحوف وفي القنوات واستمر إلى اليوم هذا التيار خرجت منه تفرعات ومواجهات مختلفة ولكنه استمر وأخذ زخما ماذا عن نقدة الصحوة اليوم؟ نعم من يرفعوا اللواء نقدة الصحوة اليوم للأسف صارت الدعوة أقرب إلى التشخيص أقرب إلى التزين منها إلى النقدة الحقيقي والصحوة ولله الحمد رؤية سمو الأمير محمد ولي العهد السعودي واضحة وجلية وخطاباته وتصريحاته واضحة وجلية أن هذه مرحلة يجب القضاء عليها ربما نسميه اليوم هو الرائد الجديد لمجابهة الصحوة دعني أقول لك هناك ناس كثير اليوم يدعون هناك ناس كثير وتيارات تدعي أنها قضت على الصحوة ودمرت والصحوة أقوى منهم اليوم مرة هؤلاء خرجوا على السطح مع السوشال ميديا ويعتقدون أنهم حينما يكتبون أشياء بسيطة هنا وهناك في بضعة أشهر أنهم قضوا على الصحوة هذا غير صحيح الذي قضوا على الصحوة في المملكة العربية السعودية هو شخص واحد فقط لا غير هو سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برؤيته وحزمه وإدراكه لهذا الخطر الذي تشكله هذا الصحوة بقية التيارات والنقد الذي يطرح اليوم إما أن يكون نقد سطحي ساذج يتعلق بالمظاهر فقط أيضا هناك تيار ينقد الصحوة وهو يدعي أنها انتهت وقضي عليها من باب المجاملة للقيادة السياسية أو للدولة ولكن هو في الباطن يدافع عنها علم أم لم يعلم هو لا يريد أن يضغط على الصحوة لتنتهي حقيقة يريد أن يسكت عنها حتى تظاهر بأنه تم القضايا نعم حتى تستمر وهناك نقد هادف موضوعي عميق يتناول تاريخها ويتناول مبادئها وأفكارها ويقرأ مستقبلها ويحاول أن يجد طريقة أنا صراح الحديث لا يملل أستاذ عبد الله لكن من الجزئية الأخيرة التي أثرتها كأني أفهم أنك تدعو إلى المزيد والمزيد من إثراء هذا الحق وهذه الأدبيات لنتحول إلى حق العلمي وفكري فلربما تتسنى الفرص أيضا في مناسبات أخرى أو من زوايا أخرى أو في محطات أخرى أيضا لتقليب هذه الفكرة على كل أوجهها أشكر قاية شكر السيد عبد الله من جاد عتيبي الكاتب والبحث السعودي وأشكركم على متابعة هذه الحلقة التي كنا نحاول أن نفهم فيها مغزى ودلالات تصريحات القيادي الكويت الأخواني طارق السويدان ومقارنتها بتاريخ نقد الصحوة في السعودية فحياكم الله وبياكم مجددا وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة